السلام عليكم جيل 2005 معكم أستاذ منير نكمل معكم قواعد الوحدة الأولى الآن معنا الماضي التام لا ترسل الاشتراك على قناتنا اليوتيوب غرض من منير او منصة المنير قاعدة تحكي لك هاد زائد فيرب ثري عندنا الدلائل الآتي اللي هي افتر بيجي بعتها هاد زائد فيرب ثري بيفور بيجي بعتها فيرب تو باي مع كلمة تايم او باي مع وقت يعني في الماضي تمام بيجي وراها فيرب تو طبعا بشكل عام دائما هي القاعدة فيها جملتين القسم الأول بيكون فيرب تو القسم الثاني بده يكون هاد زائد فيرب ثري او العكس اذا كان القسم الأول هاد زائد فيرب ثري القسم الثاني بده يكون فيرب تو يلا نشوف المثال الاول عندي الون عندي هون اي وبفي عندي هون بيفور إذن before لاحظوا شو إيجا بعدها wind wind التصريف الثاني من الفعل go التصريف الأول go التصريف الثاني بيصير wind إذن أنا في عندي هون have إذن القسم الأول شو بدي يكون had زائد verb 3 يلا نطبق القاعدة أول شي had بنزلها الفعل اللي بين أقواس have شو تصريفه الثالث برضو had إذن هاي الثابت الرئيسي من القاعدة والverb 3 من الhave بيصير had I had had a coffee before I went to bed يعني أنا تناولت القهوة قبل أن أذهب إلى الفرش إذن we made a celebration after she إذن في عندي هون made تصريف ثاني وعندي هون after والafter شو بيجي بعدها had زائد verb 3 من نزل had she had والتصريف الثالث من graduate منتظم منضيف له ed أو d فقط إذن we made a celebration after she had graduated إذن إحنا عملنا احتفال بعد ما هي تخرجت طبعا هاي القاعدة شو بتحكي لك عبارة عن حدثين صاروا في الماضي أحدوهما قبل الآخر يعني هون أنا تناولت القهوة قبل أن أذهب إلى الفرش إذن الفعل اللي حدث أول اللي هو تناول القهوة هاي فقط من باب أنك تعرف القاعدة عن شو تحكي ما بتهم كثير في التوجيه by the time my husband got home إذن في الوقت اللي زوجي وصل للبيت تمام الآن هون ما تحدد الزمن لكن في الامتحان لأنه كلمة by ممكن تشترك مع قواعد أخرى مثل المستقبل التام في المستقبل التام بدي جي محا زمن مستقبل في الماضي التام بدي جي محا زمن في الماضي لكن هون ما إجا زمن من خلال راح يكون بين الأقواس أو الخيارات يعني ما راح يجيب لي خيارين متشابهين لقاعدتين مختلفة تمام إذن by the time my husband got home إذن عندي هون عندي by وعندي هون verb 2 إذن من قسم الثاني شو بديكون had z verb 3 I had cupped إذن في الوقت الذي وصل زوجي فيه للبيت أنا كنت قد طبخت العشاء مثلا وكلمة دينار لكن أنا ما كتبتها يعطيكم العافية طلاب جي 2005 لا تنسونا مصالح دعاكم قاعدة صريحة جدا ونشوفكم في قواعد جديدة إن شاء الله السلام عليكم